بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم معكم الأستاذ علالي إسماعيل نلتقي مرة ثانية بعد ما أكملنا في الحصة الماضية المنهجية أو طريقة كتابة مقالة اليوم نلتقي على امتحان نموذجي سنبدأ إن شاء الله الحلقة القادمة في امتحانات النموذجية لشهدة الباكالوريا نبدأ اليوم بشعبة أداب وفلسفة واقترحنا موضوع باكالوريا بثلاث بواضيع دائما في الباكالوريا عندما تجدون موضوع باكالوريا تجدون في البداية أو فوق بعد عالج موضوعا واحدا على الخيار وابتلي أنت مطالب أن تعالج موضوعا واحدا فقط على الخيار وابتلي تختار موضوع من الموضوعات الثلاثة الموضوع الأول اقترحنا هل آلية العادة تجرد الإنسان من إنسانيته وابتلي تكلمنا هنا عن درس العادة والإرادة بالخصوص درس العادة سلبيات وإيجابية العادة الموضوع الثاني دافع عن الرأي القائل إن الظاهرة الإنسانية قابلة للدراسة العلمية وهذا موضوع من الفصل الثالث في وحدة فلسفة العلوم لتطبيق المنهج تجريبي على الظواهر الإنسانية والموضوع الثالث اخترناه في الفصل الثاني في الوحدة الثانية فلسفة وحدة الأخلاق بين الثوابت والمتغيرة تكلمنا على درس الأسرة فوضعنا نص للأستاذ الدكتور عبد السلام حبيب النص يقول لما كانت الأسرة هي نواة المجتمع فإن صفات الأسرة تنعكس على المجتمع أي أن الأسرة المنحلة ينشأ عنها مجتمع منحل والأسرة المتماسكة ينشأ عنها مجتمع متماسك فالمجتمع صورة مكبرة للوحدات الاجتماعية الصغيرة التي يتكون منها ولذا نجد أن دراسة الأسرة مسألة هامة عند دراسة أي مجتمع من المجتمعات وتتضح لنا أهمية الأسرة في بناء المجتمع إذا وقفنا على الوظائف التي تقوم بها ففي الأسرة تتكون عواطف من نوع خاص فتهيئ الجو العائلي فتهيئة عفونا الجو العائلي وإشاعة التعاطف الوجداني والألفة ووجود الروابط العائلية في محيط الأسرة كل هذا يعتبر مصدر لبعث الطمأنينة والسكون في نفوس الأفراد وإحاطتهم بالسعادة والمودة والرحمة فضلا على أنه عامل مهم من العوامل التي تعمل على نمو الطفل نموا سليما من النحيتين الجسمانية والنفسية ولا تستطيع أي هيئة أخرى أن تنوب على الأسرة في هذه الشؤون تجدون في آخر النص أكتب مقالة فلسفية تعالج فيها مضمون النص طيب نحن سنعرج فقط للتذكير فقط على منهجية كتابة المقالة الجدلية إحنا نقلنا دائما المقالة الجدلية تكون بشكل هل كذا أم كذا يعني هل العادة سلبية أم إجابية أم هل آلية العادة تساعد على التكيف أو تعيق التكيف قلنا في المقدمة عدنا ثلاث محطات هي مدخل حرزة التعريفات إشارة إلى الجدل وطرح الإشكالية قلنا في العرض عدنا موقف أول نعرض موقف الأول اللي يتكلم على سلبية العادة والموقف الثاني يتكلم على إيجابية العادة ننقد الموقفين ثم التركيب نصل إلى هنا إلى موقف توفيقي ما بين العادة سلبية وإيجابية العادة ثم الخاتمة وابتلي هذا فقط لتذكير للمنهجية السابقة نبدأ الآن بالإيجابة النموذجية للموضوع الأول هل آلية العادة تجرد الإنسان من إنسانيته فإذا شرحنا هل آلية العادة تجرد الإنسان تجرد الإنسان من إنسانيته وبالتالي نحن نبين أن العادة هنا سلبية وليست إيجابية وبالتالي عندما نقول أن العادة تجرد الإنسان من إنسانيته معناها العادة لها أثار سلبية وبالتالي يجب فهم السؤال لأن فهم السؤال نصف الجواب وبالتالي عندما نتكلم عن العادة يجب أولا أن نشرح السؤال فنعرف العادة على أنها سلوك مكتسب أو قدرة مكتسبة على أداء عمل بطريقة آلية مع السرعة والدقة والاقتصاد في الجهد تحدث بفعل التكرار واستمرار تغير هذا التعريف نحتاجه في المقدمة قلنا تجرد إذا قلنا تجرد إنسان من إنسانيته أي تسلبه إنسانيته فيصبح مجرد آلة كما يقول بعض الفلسفة أن الإنسان عندما يتعود يصبح بوجهه بشرا وبحركته آلة عندما نفهم السؤال نحدد سلبية وابتل إذا حددنا أن الموقف الأول العادة سلبية فبتل الموقف الناقض العادة إيجابية وابتلنا نتكلم عن إيجابية العادة وهذا يجب أن ننتبه له أن نحدد الموقف الأول والثاني من خلال السؤال فهو بدل أن يقول لي هل العادة سلبية أم إيجابية قال لي هل العادة تجرد من إنسانيته أو تجرد الإنسان من إنسانيته فهو يدل بذلك على أن العادة هي سلبية ولست إيجابية نذهب الآن إلى المحطة الأولى ومحطة طرح المشكلة في المقدمة نعرف العادة ونقول ولأن العادة تعرف بأنها قدرة مكتسبة على أداء عمل عن طريق التكرار أو استمرار التغير فالعادة تكتسب إما بالتكرار أو باستمرار التغير فنكتسب بعض العادات فإن من خصائص العادة ما هو ذو فعالية إيجابية وما هو ذو فعالية سلبية فإذا كانت تقتصد في الجهد فإنها في الوقت نفسه تحد من حريتنا المحطة الثانية أحنا ذكرنا مدخل حر زي التعريفة المحطة الثانية صال إشارة إلى الجدل هذا التناقض اختلف الفلسفة في آرائهم هذا التناقض جعل الفلسفة يختلفون في آرائهم حول الآثار التي تخلفها العادة فمنهم من رأى بأن لها آثار إيجابية ومنهم من رأى وابتلهي سلوك ناجح وهناك من رأى بأن لها آثار سلبية وبالتالي فهي سلوك فاشل وبالتالي هنا بعد التناقض يجب أن بعد المدخل حر زي التعريفات هنا المحطة الثانية هي الإشارة إلى الجدل ثم تأتي المحطة الثالثة ويطرح إشكال مطروح هل السلوك تعود آثار سلبية أم إيجابية وهل العادة تعيق أم تساعد على التكيف تنتهي المقدمة بطرح السؤال فتكون على الشكل التالي مقدمة فيها مدخل حر زي التعريفات يعني ضبط المفاهيم إشارة إلى الجدل والإشكال المطروح الذي سنجيب عنه في العرض الآن ننتقل إلى العرض وهو محطة محاولة حل المشكلة الموقف الأول للعادة آثار سلبية فنقول يرى بعض الفلسفة لأن هنا كما تكلمنا الحصة الماضية ليست لنا مدرسة تتبنى هذه الفكرة لنا بعض الفلسفة فنقول يرى بعض الفلسفة أن للعادة آثار سلبية أمثل جون جاكروسو وبرودوم وهم كثيرون أيضا فقط نعطي مثال حيث بيّنوا عيوب العادة وأثرها الخطير على السلوك الإنساني وبالتالي سنذكر حججهم وحججهم هي ولقد دعموا موقفهم بحجج وبرهين أهمها إنها تسبب الركود وتقضي على المبادرات الفردية وتستبد بالإرادة فيقول ديكارت كلما زادت عادتنا كلما قلت حريتنا وابتلي نحن من الأولى أو على التلميذ أن كل حجة يليها أو يردفها بقول تسمى سلطة الموثوقة حتى يستأنس بقول إن لم يجد قول فليحاول أن يأتي بمثال الحجة الثانية العادة تضعف الحسسية وتقتل المشاعر نعطي مثال فالطالب في كلية الطب تعود على أن لا ينفع إلى أثناء قيمه بالتشريحات لذا يقول عنها روسو إنها ماذا تقسي القلوب وبالتالي هنا لم نعطي قول فلسوف أعطينا مثال عن طالب الطب في الكلية وبالتالي الطبيب نجده لا ينفعل مع رؤية الدم والعملات الجراحي لأنه تعود على ذلك لذا يقول عنها روسو إنها تقسي القلوب وهو أيضا ما نبه إليه برودون في قوله إن جميع الذين تستولي عليهم العادة يصبحون بوجوههم بشرا وبحركاتهم آلات وهنا يقصد أننا نقوم بالعادة بدون وعي من ناوة بطريقة آلية بدون إرادة وبدون انفعال أو شعور أو تفكير معين العادة أيضا تقضي على كل تفكير نقدي بناء لأنها تقيم في وجه الإنسان عقابات إبستيمولوجية فالإنسان إذا تعود على أفكار معينة أو عادات معينة أو تقاليد معينة فإنه يرفض الأفكار الجديدة والعادات الجديدة ونجد مثال أيضا أنه مثلا عندما غاليلي حاول إثبات دورا الشمس قُبلت هذه الفكرة بالرفض لأن الناس اعتادوا على أن الأرض لا تدور والشمس لا تدور حول نفسها وحول الشمس بل اعتادوا على فكرة أخرى هو أن الأرض ثبتة وابتلي رفضت فكرة غاليلي وقُبل غاليلي بالقتل حرقا كما نعرف في ذلك الزمن أيضا إنها تمنع كل تحرر من الأفكار البالية القديمة كما تمنع الملاءمة مع الظروف الجديدة وابتلي العادة تجعل الإنسان متحجرا وابتلي لا يفكر في الجديد ويعيش رتابة معينة قاتلة فهو يدور في حيز مغلق أو في دائرة مغلقة وابتلي لا يقبل جديد ولا يتلأم مع الظروف الجديدة لأنه ألف الظروف القديمة يقول روسو خير عادة ألا نعتدى أي عادة وابتلي فهو يرى أن العادة يجب أن لا نعتدى أصلا حتى نتحرر من هذا المشكل طيب الحجج هكذا تكون على هذا الشكل بحيث أنه عندما تنتهي كل حجة أو كل فكرة نضع نقطة وننتقل إلى فكرة أخرى وابتلي نظام الفقارات جد مهم في الإجابة لأنه منهجية الإجابة في الباكالوريا يجب أن يكون على نظام فقارات في كل المواد ليس فقط في فلسفة تنتهي الفكرة تنتهي الفقرة وتنتقل إلى فكرة أخرى وبالتالي عندما يجد المصحح هذه الطريقة في الكتابة لا يبخسك حقك فإنه ينتبه إلى كل فكرة تنتقل إليها من فكرة إلى فكرة وبالتالي تكون إجابة منظمة في النهاية ننتقد أيضا الموقف ونقول نحن لا ننكر أن للعادة أثار سلبية على السلوك ولكن يجب أن نعترف بوجود جانب إيجابي لها أيضا يساعد على التكيف والتأقلم هذه الجانب الإيجابية سنتكلم عنها في الموقف الثاني لكن سنذهب فاصل قصير ونواصل فانتظرونا مع الموقف الثاني للمقالة بسم الله الرحمن الرحيم قد عدنا إليكم وننتقل الآن إلى الموقف الثاني في مقالة العادة والموضوع الأول في الباكالوريا المقترحة بعدما تطبقنا إلى سلبية العادة سنتقل إلى الموقف الثاني وهو إيجابية العادة ففي الموقف الثاني نقول يارى بعض العلماء وخاصة آلان وماندي بيران نقول فلسفة نقول مفكرين أن العادة لها أثار إيجابية حيث يؤمن بأنها أداة للتكيف وشرط وجود المجتمع فهذا الموقف أيضا له حجج فلقد دعموا موقفهم بحجج وبره أهمها يقولون إن عاداتنا تساعدنا على اكتساب عادات وسلوكات أخرى عكس ما يقول سلبية العادة أنها تؤدي إلى الرتبة فهم يرون أن العادات تجعلنا أكثر مرونة بحيث أننا نكتسب سلوكات وعادات جديدة لذلك يقال إن اكتساب فضيلة يساعد على اكتساب أخرى أما الحجة الثانية فالعادة أداة تحرر وتعلم فتعلم عادة معينة يعني قدرتنا على القيام بطريقة آلية لشعورية وهذا ما تجعلنا نقتصد في الجهد والوقت ونحن نعرف أن العادة مثلا عادة ركوب سيارة أو سياقة سيارة قد يعيننا على اكتساب مهارة سياقة شاحنة فيما بعد لأنه قد نكتسب مهارة معينة نوظفها في العادة الجديدة وبالتالي الحجة الأخرى العادة أداة نجاح في الحياة فهي تعلم النظام والعمل المنهجي والتفكير العقلاني والمنطقي فالإنسان لا يجد صعوبة في حياته المهنية فالتعود يؤدي إلى إتقان العمل مع سرعة الأداء كيف ذلك؟ الإنسان الذي تعود أن ينظم وقته أن ينظم تفكيره أن يجعل خطة في حياته اليومية فإنه دائما هذا التخطيط وهذا التفكير وهذا العمل يجعل حياته أكثر سهولة أكثر من الذي ليس له عادة التخطيط وليست له عادة الترتيب والتفكير فيقول آلان العادة تمنح الجسم الرشاقة والسهولة الحجة الأخرى أن عاداتنا تساعدنا على اكتساب عادات وسلوكات أخرى لذلك يقال أن اكتساب فضيلة يساعد على اكتساب أخرى وهنا الحجج نضعها هكذا مباشرة بحيث أن الحجج تكون دائما على شكل فقارات كما تطرقنا من قبل النقد نقول لقد وقع أنصار هذا الاتجاه في نفس الخطأ الذي وقع فيه أنصار الاتجاه الأول فهم بدورهم ركزوا على الجانب الإيجابي وأهملوا الدور السلبي وهذا مشكلة الموقفين أنهم يركزون على أمر معين ويهملون أمرا آخر الآن نأتي إلى التركيب نحن نعرف أن التركيب ثلاث أنواع إما تركيب توفيقي وهنا نقصد بالتوفيقي أننا نجمع بين الموقفين إما تركيب ترجيحي وابتلي هنا نغلب موقف فقط على آخر أو هناك أيضا نوع آخر من التركيب وهو التركيب التجاوزي وابتلي نحن هنا نتجاوز الموقفين ونأتي بموقف آخر نحن هنا لا نستطيع أن نستعمل الترجيح والتجاوز لأن الترجيح والتجاوز لا يخدمون في العادة لأننا لا يمكن أن ننكر سلبية العادة وإيجابية العادة لهذا نحن نجمع بين الموقفين فنوفق بينهما ونقول أن العادة تكون إيجابية أو سلبية وفقا لعلاقتها بالإرادة كيف؟ إذا كانت الإرادة قوية وسيدة الموقف فإن العادة في هذه الحالة بمثابة آلة نمتلكها ونستعملها حينما نكون بحاجة إليها كيف ذلك؟ الإرادة عندما تكون قوية تجعلنا نكتسب عادات قوية أو عادات سليمة وعادات إيجابية وتجعلنا في نفس الوقت نتخلى عن عادات سلبية لهذا العادة لها علاقة بالإرادة بحيث تؤثر الإرادة في العادة والعادة أيضا تؤثر في الإرادة لكن هنا الإرادة عندما تكون قوية يستطيع الإنسان أن يكتسب عادات سليمة ويتنحى عن عادات سيئة وبالتالي إذا كانت الإرادة قوية فإنها في هذه الحالة تكون بمثل تصبح العادة هنا ألا نمتلكها وليست تمتلكنا أما إذا كانت العادة لكن العادة قد تستبد بالإرادة وهنا تؤثر العادة على الإرادة وتصبح أقوى منها لتكون عندئذ عائقا حقيقيا ومن ثمة يكون تأثرها سلبي بالضرورة نعمل بالعكس وبالتالي إذا كانت العادة سيئة وأقوى من الإرادة يصبح الإنسان مملوكا للعادة وبالتالي تصبح لا هو ليس هو الذي يملك العادة بل العادة هي التي تملكه وبالتالي هنا أردنا أن نربط العادة بالإرادة لأنه أصلا هو درس العادة والإرادة وليفهم تلميذ لماذا ربطت العادة بالإرادة لأن العلاقة أيضا بينه هي علاقة تأثر وتأثير بحيث إذا كانت الإرادة قوية يصبح الإنسان يستطيع أن يمتلك عادات ويتخلى عن عادات أخرى إذا كانت سلبية إذا كانت الإرادة ضعيفة هنا تحل محلها العادة وتجعل الإنسان يتخلى عن عادات إيجابية ويكتسب عادات سلبية وابتلي يقع في الخطأ وابتلي العادة سلاح ذو حدين لها إيجابيات ولها أيضا سلبيات في الخاتمة نقول أن ما يمكن استخلاصه أنه مهما كانت سلبيات العادة وإيجابياتها فإن الإنسان يحتاج هذا السلوك في كل وقت مهما كانت العادة السلبية فإن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بدون عادة فالإنسان يحتاج هذا السلوك في كل وقت وفي هذا يقول موتسلي لو لا العادة لقضينا اليوم كله في أعمال تافهة وبالتالي في النهاية نرى أن العادة مهما قيل عنها من سلبية إيجابيات إلا أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش دون تعود بالعكس فالعادة نعمة لأنه نعمة التعود على الأشياء تجعلنا نتأقلم وتجعلنا نعيش مع العالم الخارجي في النهاية فقط أطلب من التلميذ أنهم يركزوا في الكتابة ويركزوا في المنهجية ولا يفوتوا أي تفصيل من التفاصيل التي تكلمنا عنها في المنهجية والطريقة التي تكلمنا عنها في حصص القادمة حتى يستطيعون ضبط مقالتهم شكلا ومضمونا بالإضافة إلى استعمال المسودة لأن المسودة جد مهمة في الامتحان لأن المسودة تجعلك تتدارك أخطائك وتحاول ترتيب أفكارك ولا تكتب مباشرة في وقت الإيجابة لأنك قد تنسى أمور وتغفل عن أمور أخرى هكذا قد أكملنا الموضوع الأول الموضوع النموذج الأول وهو على شكل مقالة جدلية سنتكلم عن الموضوع الثاني إن شاء الله في حصة قديمة وهو موضوع استقصاء بالوضع نلتقي إن شاء الله في حصة أخرى مع الأستاذ علالي إسماعيل السلام عليكم زكريا بورارا دائما مع أسرار النجاح في البكالوريا إن شاء الله اليوم دائما متسلسلة مع الحلقة اللي فاتت هدرنا على كيف تكون روح القتالية كيف يكون تحفيز كان الأمور من الأمور اللي تاني تخلينا عندنا عقلية سلبية ما نقدرش نواجه البكالوريا هي الماضي الناس اللي راح لهم المستقبل تاحهم هما اللي يخموا في الماضي اللي يخموا في الماضي وبالآخص في الناس اللي قاسوهم يعني اللي دالوا لهم حواج مش ملاح هذ الناس ينصو لك الإنرجية تاك ينصو لك التاقة تاك لكان حبيت ما يروح لكش المستقبل تاك امسح يعني حتى ربي سبحانه يعفو لازم تعفو على الماضي وتشوف المستقبل وخاصة الناس اللي قاسوك اسمح وانسم كون ما تسمحش وحا تبقى تخمم فيهم لكان تخمم فيهم يديوا لك التاقة تاك يديوا لك الإنرجية تاك ستخمم فيهم خاصة الناس اللي قاسوك في هذه المرحلة هذي تاع الباك وقت لها ريفيزيون لا يجب أن تدور رأسك للمرشارير يجب أن تشوف غير الباك وما بعد الباك والأحلام تاك إن شاء الله ذوك يعني الحاجة الأولى ننصح بها الطالب الناس اللي قاسوه والماضي مما جاء الباك العامل يفات يقول كون ما نجيبش هذ المرة سيقراف ولا ويلو انسى انسى الماضي وشوف المستقبل هي التاريقة الواحدة بش تنجح في المستقبل الماضي يرجعك مارشارير غير لكان خممت في الماضي لحوي يجي فرحوا فقط الأخرين أرمي لك الناس كامل داروا ديزيشاك وخسروا غلطوا المهم هو المستقبل تاك كي نخرجوا للمستقبل ندخلوا من باب التنظيم يعني شفنا الناحية النفسية الآن نشوفوا الناحية العملية والناحية العملية ما تنجحش بلا الناحية النفسية في الناحية العملية أخي الطالب تبدأ بالتنظيم السير الأول وهو الناس اللي ينجحو تعلمو زوج حويش كي يبدأ حاجة يكملها كي ينزوج حويش ما يخليوناش ننجحو تبعني بيان الأمر الأول بزاف الناس ما يبدأوش علش الناس ما تبدأش مشاريع تحها ما تبدأش لا ريفيزيون ما تبدأش المراجعات تحها يا سترا هي الخوف الخوف اللي يخلي الناس ما يبدأوش من أسرار ناجح هزوش كلمات ابداو وكمل كاي اللي يبدأو ما يكملوش كاي اللي يبدأو و يخليوا المشاريع تحهم في النص و كاي اللي ما يبدأش اللي ما يبدأش بس كي يبقى غير أنشاء الله هندير انشاء الله هندير هذا الإنسان ما فهمش وش معنتها كلمة إنشاء الله للأسف يقول لك والله يقول لك نتوكل على الاربي كما جات جات هذا الإنسان ما فهمش كلمة التوكل التوكل هالجي بعد العزم ولا قبل العزم نتوكل على الاربي ومبعد نخدم ولا نعزم ومبعد نخدم الجواب بسيط الجواب في القرآن منعزمتم توكلوا على الله العزم هو الأول ومبعد يأتي التوكل أعزم خذ قرار هادف ومبعد نتوكل كيف تتوكل على الاربي ابدأ ابدأ الخدماتك ما تقولش غدوة ان شاء الله نديرها ابدأ ابدأ ما ماكملش كما يقولك مثل صيني يقول التاريق تاع الف كيلومتر تبدأ بالخطوة الأولى على باكم وراهم لا يدرك ليشينوا يعني كيفاش نجحوا والله يبارك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خذ العلم ولو في صين إذن ابدأ ابدأ ما يهمش ابدأ برك ما تقولش خليها الغدوة ان شاء الله نديرها السمانة الجاية نديرها الشهر الباك ما بقالوش ابدأ ابدأ بشرط كمبلوش بديت تقولت لكم السر هي البداية والنهاية وحدة تخص الناس لي ما نشحوش في حياتهم تخصهم وحدة يا ما يبدأ وش يخافوا يا يبدأ وما يكملش هذا السر الأول السر هذا الأول يدينا كي نبدأ إلى الفعالية وش معنتها الفعالية الفعالية هي تخدم بتاريقة وتكون النتائج تحكبار كي اللي يتعب يعيا والنتائج صغار ما هو الفرق هذا وش رح نشوفه في الحلقة القادمة ان شاء الله وشكرا